أمر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتحويل ملف طلمبات المتعطلة بإحدى محطات الصرف الصحي بمحافظة قنة للنيابة العامة للتحقيق وللوقوف على حقيقة الأعطال كان محلب قد أرسل منذ نحو إسبوعين فاريقا من مكتب المتابعة الميدانية بمكتبه لمحافظة قنة للوقوف على تشغيل محطة الصرف الصحي المشار إليها حيث تبين احتراق 18 طلمبا من أصل 20 بالمحطة الخاصة بأحواض التهوية وبعرض تقرير المتابعة على رئيس الوزراء أمر بتحويل الملف للنيابة العامة